كنا نهاردة في تعليق في إزاعة شباب ورياضة قلت حاجة أنه النهاردة ولأول مرة بعد الحملة اللي عملناها مبارح وبعد شوية هوريكوا اللقطة اللي أنا كان عندي حق إن أنا أتكلم مبارح النهاردة ولأول مرة مخرج المباراة بيقطع لنا عالجماهير أول مرة ولأول مرة بيجيب لنا المقصورة الرئيسية وكبار الضيوف يعني رئيس غانا كان موجود مجابوش مجابوش وأيضا كان رئيس دولة أخرى كان موجود مجابوش ولا جاب الجماهير واوة لآخر مبارح في أحد المباريات اللي اتلعبت في ستادي سويس كان ستادي سويس بيشيل حوالي عشرين ألف كان هناك ما يقرب من عشر تلاف لكن كلهم أهم آدي اللقطات جات لنا إحنا هوا آدي المدرج اللي أنا كنت أقصده طبعا دي بالكاميرات خاصة بينا بعتت لنا إحنا يعني بعتت لنا محبة آدي الجمهور اللي أنا كنت أقصده مبارح ما جابش المخرج ولا مرة عليهم دول الجمهور يقدر بعشر تلاف تقريبا جاب الناحية التانية جاب الناحية التانية اللي هو اللي كانت فضية تماما اللي هي في الوسط في الوش طب يا سيدي ماشي الجمهور دا كله اللي موجود ما تجيبوش ليه يا دوبك شوية الصغيرين قوي اللي في الشمال دول ودول بيجوا كده في طرف الكادر لما يجوا الوسط مع الأسف ما كانش فيه حاجز تذاكر فيه تمام طب العشر تلاف اللي موجودين وجنبك كاميرات يمين وشمال تقدر تاخدهم بان بلغة المخرجين والمصورين بان تاخدهم تبينهم يمين وشمال وتطلع الكادرات دي ما بتطلعش ليه دا سؤال الحقيقة أنا عملت حملة قوية مبارح أعتقد أنه وصلت للمخرجين وواحد يقول لي يا عم يعني هو يسمعوك آه بيسمعون آه بيسمعون لأن معهم ناس مترجمين وناس مصريين وناس بيتكلموا لغة عربية بينقولولو فلان مبارح عمل حملة جمدة جدا عشان كذا كذا ايه هو كذا كذا اللي أنا طلبته ابرزوا الجماهير ابرزوا المأسورة الرئيسية ما يمكنش رئيس دولة يبقى موجود يهم عندكو غرض ما وخلي بالك لما رؤساء دول افريقية تبقى موجودة دي مصر اللي بتحضنهم انت مش عايز توصل دا للناس ليه وما حدش التاريق هل بتكلم كلام مظبوط وكلام منطقي وواقعي وكلام موضوعي اي هرتالها تقولوها انتو حرين بتكلم كلام موضوعي النهاردة لما تبرز صورة رؤساء موجودين في المأسورة لما تبرز صورة مدرجات وتشجيع وحماس جميل دا كله بيصب في اسم مصر تفهموا الكلمة دي كويس وفي جمال جمهور مصر وفي لحمة شعب مصر مع مصر اللي انا بقولوه انا عارف بانطق بقول ايه اذا المخرج ماروش رغبة يبرز الكلام دا هيحجب لك مشهد الجمهور هيحجب لك مشهد الفيجرز اللي موجودين من افريقيا سواء رؤساء او وزراء او رؤساء وزراء او غيره لانه مش عايز يبين دا انه مصر بتحضنهم وهيحجب اي مظاهر احتفالية تعبر عن سعادة شعب مصر بالبطولة وبفرقتها وبالفرق الاخرى هو دا هناك غرض والله اعلم قد اكون مصيب وقد اكون مخطئ لكن الظواهر بتوريني انه دا ما ينفعش ولما اتكلمت مبارح بمنتغ العنف والقوة النهاردة المخرج جاب لنا كده على استحياء شوي يعني زي بتقولهم متضرد يعني فجاب لنا يا دوبة مدرجات كده بالراحة كده لقطة وسريعة وجاب لنا المقصورة مرتين اول مرة يعملها اول مرة يعملها هذا هو الامر وارينا مرة تانية يا احمد استاد السويس اللي انا قلت فيه مبارح كان فيه عشر تلاف ما جابش ولا لقطة ليهم وجاب المدرج اللي في الوش الفاضي وله غرض في هذا هادي قدامك وهو اهي سماعني سماعنا اهي سماعني اهي ويهة اهي ويهة اهي ويهة شكرا